كما قلت لكم كاين الفيروسات الموسمية مرتبطة بالموسم ولكن ما ننسوش بأن الفيروسات موجودين طول العام طول المواسم عندك في الخريف اللي أنا الموسم التاعنا كاين بعض الفيروسات بين قوسين عندهم تخصص في البرد وما ننسوش حاجة أخرى بالنوعية تاع الفيروسات في الخريف نسميهم الفيروس آيريا يعني الفيروسات الهوائية مش حاب يقول الهوائية تنتقل بالهواء واش أرطيبات مع البشر احنا نتنفسه لهواء كي بأنهم موجودين في الهواء كي نتنفسهم رغم يقيسه الجهاز تنفسي الجهاز تنفسي يبدأ بالنيف والحلق والرياتين تبعوني والقصبات الهوائية والرياتين الرياتين المرحلة الخطيرة إذا الفيروس يلحق للرياتين ثمك خطيرة يشكلوا ربما ربوا بعدها أتفكروا كورونا فيروس وأنا نقول الحمد لله اللي ربي بعتنا جائحة الكورونا فيروس فطنتنا فطنتنا ولزمت المواطنين والمجتمع والأطيبة لزمت يفسروا واشن هذا الوضعية اللي أنا فيها نتنفسها من نيفنا كاينت ما اكتصرها دوك يجي الوقت هذا لا قريب يقول لك نيفي رمبوشي ولا نعتص هنا نفتح قوسين عندهم أهمية إذا بنا دم نيفو مبوشي طول العام مسدود نيفو مسدود يقول لك طول العام هذيك ما عندها حتى علاقة بالفيروس هذيك حساسية ولكن في الموسم كل الناس عادين يقول لك نيفي رمبوشي نيفي رويسيل رني نعتص هذيك سببها فيروس أعراض التعلى قريب الآن ينأكد ونعاود حول النيف مسدود مبوشي إذا مبوشي طول العام يقول لك أنا طول العام ونيفين بوشي ونعتص هذيك ما عندها حتى علاقة بالفيروس ولكن إذا واحد خاطئة يعني خاطئة بالمفهوم الشعبية نعم يعني ماشي مبلي بالحساسية هذيك الوقت الفيروس كي بدان يفوشيل ويعطص وهذيك يحب يقول بأن الفيروس بدأ نعم الفيروس ما تنسوش نأكد في هذا الموسم كان نوع تعل الفيروس الفيروسات الهوائية يتنقلوا على التاريخ نفسه في فصل شيتاء نعم في فصل خريف وفصل شيتاء نعم طيب دكتور تكلمت على كل هذي الفيروسات وعلى هذي الامرات اللي ممكن تصيب وتخصص تعالفيروسات نعم وتخصص الفيروسات فقط ربما أنا نحب نروح لطرق الوقاية كيف يمكن أن نحمي نفسنا من هذي الفيروسات لأنه فيه مواطنين الوقاية من المناعة سمحول ينمثل بجيش الجيش مديور يحمي وطن يحمي وطن ضد غزوات ولا اعتدام من طرف عدو احنا الفيروس نعتبره عادو اللي بدا تتعنى بخير يدخل للجسم الإنسان هذا كل وقت لازم جهاز المناعة التاع يكون قوي وهنا يا وين سؤال تاعك اللي عنده التقل تاعه لازم المواطنين من الآن يبدأوا يحمي ونصفهم انفسهم يقويوا جهاز المناعة اولا بالتغذية السليمة ماشي واحد داخلها بانيني وداخلها بيتزا ومياكوش دكتور فقط قبل ما تمر للمراحل اخرى كيف تغذية السليمة هاتك صحة ايه هاني فهمتك فيها خلفيات سؤال طعف التغذية السليمة بسيطة الخضر والفواكه بل اكدوك اللي يستمعوني يقولوك ايه يكل خطر يقولو خذ هاي مركزة على هذي ثانيا نفتخروا بالجزائر في العائلة الجزائرية في التقاليد التغذية على الجزائر عندنا تغذية سليمة قاع واش طيبتي ماك واش كانت تاكل جداتك هذي لازم نرجعوا لها ماش ينظلوا نتجولوا دخلين خالين اكل سريع فريطة وملاتوا هذك صحة هذك موش اكل سليم ثانيا ثانيا هذو اللي محتوطين قدانكم ما يسمى ما يسمى ليجي وما يسمى المشروبات الغازية هنا نفتح قوسين ما زمناش نقولو مشروبات غازية مشروبات سكارية هذي فخة تجارية يسموم الغاز الغاز ما عندو حتى مدخل في الأمر هذي ركزوا على الماء في فصل الشيتاء في فصل الخريف وفصل الشيتاء لازم يوميا كي ما نشربوش من الشربوش ريت لا حتى ريت له نصف ماء ماء في النهر وهاني نعطيكم عبسة جديدة لما تشربه خمس كيسان ماء السادس لازم يكون الماء معداني غازي لكن خمسة دائما أعطيها لكن لماذا يعني دخول ربما كما قلت كأس سادس ماء غازي علاش الماء الغازي علاش الماء الغازي يجب اننا نتعلمو كي نرفضو القرعة المكونات تاع هذا كل ما احنا نعطيها نشربو ولا ما نشرب شو ولا الاخر نرفضو الاخر تشوف المكونات فيه بعض النوتريمو بالفرنساوية يعني بعض المواد اللي فيهم فايدة ومشين مموجودين في يعني مغديات يعني مغديات خاصة في الدم بتاعنا من هاللي ينذيروا تحاليل نصيبه كالسيوم نصيبه نصيبه عدة حاجة عليه يقول لك ماء معداني لأنه فيه الأملاح المعدانية نعم نعم حاجة تشرب الماء هكو تشوفوا هذا التصرف الغذائي ولازم تعرفوا وين نخسروا نضيعوا التجفيف تعداتنا أكثر في الشيطة من الصيف أكثر التجفيف بالأخص اللي يسكنوا في الجبال وين كين البرد قاسح كما نقوله احنا قارس هدو وين ربما رطوبة تكون عالية لا 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 لازم شرب تعلمه وين عرفوا باللي رانا نضيعوا الماء في الشتاء لما نهضروا تشوفوا الضباب خارج الضباب خارج ملفوا منها هذا كما يكسروا من تعلمه كتكون تسخن هذا كذباب هنا الآن على ما نشوفوش لأن درجة الحرارة أكيد نعم دكتور بن أشنهو أنت كنت حكيت ربما عن عن الحلول كيف نحمي ورحنا ما ننسى شي سؤالتها نعم الشطر الثاني نعم كنا حكينا عن بعض الحلول التي لابد اتباحها حتى نحمي أنفسنا دكتور بن أشنهو بما أنك مختص في صحة الجوارية أكيد يعني نعرف أن الكثير من المناطق التي ربما يعني ما تتوفر لهاش ربما عديد الضروريات وعديد ربما ما فيهاش حتى يعني مستشفيات مجهازة تلقى ربما مستوصل من ناطق الضل أكيد مناطق الضل نعم مناطق الضل طبعا اللي ندد عليهم رئيس الجمهورية سيد عبد المجد تبون فكيف ممكن يتعاملوا مع الفيروسات شوف الفيروس هذه اللي يزم سكرا على السؤالي يزم حصة تكون طويلة الفيروس ما يقول لكش أنا نروح لا يديدو شمور هذا ولا روح الوهرن ولا القسنطينة في الشوارع الكبرى وما نروحش البنات يقضل الفيروس جاي في كل مكان هذه لازم نفهمه ولكن وجوده وجوده يتكاثر في المدن تفضل تكلمنا علمات تفضل بصحتك دكتور في المدن لماذا؟ لأن المدن كاينة معطاية أساسية هي التهوئة في المدن التهوئة أولين الهواء اللي في المدن متلوئة التع السيارة هذا اللي زنبوتياج تع السيارة المشكلة المشي رانا نفيعه في ليسانسورانا رانا الغازات اللي يتسربوا من الشاب ما لغاز دي شاب ما هذو فيهم خطورة كبيرة يحطموا الجهاز يحطموا الجهاز تنفسي كله وقلت لك بأن الفيروس لما ونرجع لسؤال تاعت الفيروس عنده الشغل الشغل التاعه المهمة تاعه هو تحطيم جهاز المناعة وهنا تفكروا دائما كاين فيروس الفيروس تع السيدة علىه يموتوا وتتدهور وضعية تاعهم لأنه صبح الله العظيم الشغل الشغل التاعه يرح يحطم خالية بخالية جهاز المناعة سكيفي اللي يكون عنده بعيد الشر الله يحميق على المهمة مشاء الله يرح اللي يكون عنده بالانجليزية معه الوقت معه بالانجليزية اللي يكون عنده البيروس الـ يحطم له جهاز المناعة كله يرك قاعد فيه دارك ما كان ثقف ما كان تواقي ما كان الميكروب اللي يجي يحطمك على هذين يموتوا هنا يا في الفيروس هذا الموسمي اللي قلنا عليه أولا جهاز المناعة دونك لازمنا ركزه ركزه كل الجهود التاعنا موش على الأدوية نروح نجيب للصيداء اللي تعالحوا معه ما راني أنتيبيوتيك وكايمام الأسامي يعني هذا هو الغلطة كبيرة غلطة أساسية لأنه لليمنا هذا في العالم كله الفيروس ما يحطمه حتى الدواء بالمفهوم الجزائي وتقدير وش حبيت ما ما يتحطمش لازمك تاخذ كما قلتي ويقاير الحيطة والحذار الحيطة الدعم وتقوي جهاز المناعة تاعك الأكل الأكل السليم وقيتك تفسير تاع أكل السليم فضل الفواكه الأكل والنقصه من هذا ما يسمى شوارما ما يسمى فاس فود والأكل السريع نعم الأكل السريع أنا عندي الصحة تاعك رأي تروح بسرعة حتى وإن كان محظر يعني في البيت هذيك حاجة أخرى ما تقارنش هذي بلا ما تسأل عليها البيت والشارع ماشي كيف كيف لكن أكل سريع محظر داخل البيت شوف ما نيش نقول ها ينأكد حاجة حبي يقول لك هل هو صحي أم غير صحي نعم ما نيش نقول ما تاكلوشي البانيني ولكن بنسبة ربما يعني معينة ما يسمش نقول التغذية الرئيسية والآن كايل يرام يخدموا على 12 لبوز تاع الوقف تاع تاع وقت الغضاء ورح يرح فريدها هكي هكي جيبي لي في طريقات يوميا جيبي لي في طريقات فري طوملت جيبي لي شوارما صح ولا لا لا والشاربي نشرب هذا الماركة تاع القازوز ولا هذا الماركة تعجي هاي الغلط الغلطة كما نقوله يعني مشي بصيفة دورية حسنا في سنة ليش تضرب صاندويش ولا ولكن يومي لازم تقوي الجهاز المنعة تاعك ثانيا ثانيا اللي قوي جهاز المنعة وهذين توجه للشباب نعم نسا ورجال النوم النوم ساعات تاع النوم ثمان ساعات قبل أولين قبل عفناش تاعلي يعني قبل الثانية عشر قبل الثانية عشر مشي ترقد لي حتى الزوز تاع الصبح لماذا؟ بس ان نشوف الماتش نكمل الماتش على الزوز تيبو ويرقد على الزوز تاع الصبح وينوض يخدم على السبعة ثمانية نعم هذيك اللي فيها فهمت على الوقاية نعم النوم والحاجة الأساسية وهذي لازمنا نهيه انفسنا خدشي الموسم تاع الزوكام الموسمي روجي لا تقريب سيزونية روجي أوباما تلقيح؟ يا تيك ساحاتي تهيدا مشتهيدا طبعا أنا سميا يمذاكرة دروس هاليوم نعم ولكن متأسف اليوم راني نسجله في هذا الحصان نظر نسجله نعم راني على أبواب نعم لازمنا من الآن وهنا نشكر القناة الوطنية نشكر لا والله صح موش بروتوكول هنا عفوني خطيني بروتوكول نعم ونشكر اهتمامكم لهذا الموضوع كران وشكرا لكم انتم ضيوفنا دكتور نعم وقت دايما نحنا وقت نطلب الدكتور طبعا لازمنا للآن نبدو تحسيس المواطنين لأننا لأننا في وسط في وسط المجتمع تاعنا عندنا فارغ فارغ في المفهوم التاع لفاكسان هنا كل واحد واش يحكي الفاكسان واحد طلع اخر هذا والاخر قبله الشعوادة ولفاكسان نخافوا منه هذا اللي راو يقول الفاكسان ما كاش منه راو دير كيل عود الله يبارك دير كيل عود يروحوا قلبوا في خاذكم ولا اذرعكم لكن دكتور عفوا سمحني ربما قطعتك في هذا الموضوع لأنه هذا موضوع شائق جدا ومهم ومن المواضع اللي لابد لنا أنه نتناولوها كثيرا وكثيرا وكثيرا دكتور ما هو ربما السبب الرئيسي اللي يخلي الناس اللي ما تروحش دير الفاكسا وما هو المشكل هنا دك ناطيك أولا أنا والله العظم الأسئلة بتاعكم بارك الله شكرا أكم طالعين على الميل أولا كينا قاعدة في اللغوية يقول لك فقد الشي لا يعطيه نعم أنا ما نقولها والعبد تمرها وفي ما نلومش المواطن لأنه ما جيت شو نورته مش أنتا عندما هنا الآن راكوا تنوروا دوك وكالية الشارف الشارف به نشارك فيها الشارف لينا أستاذ ليه لازم تنوروا أن فرنسي يقولك يفو إكليري هذا البروجيكتور تهم المواطن بلغ له هل تعرف حاجة في البداية تاع الفاكسا تاع الكورونا كينا جمعها يقول لك أوه هذا البروجيكتور أشدها كتاع الفاكسا العادة تاعنا واسمه الجرطابل ولا أوه أوه ما كش منه البروجيكتور أخطر من هذا الشي وماللموش رغم اللي يقول هذا الكلام أخطر من هذا الشي كيفه في عام في عام صابوا الفاكسا سبحان الله العظيم أولا هاني نعطيكم معلومات نفتخروا كمسلمين لأن اللي بدأوا يخموا في القضية الوقسا اللقاح هذا المرض ما كانش دوتاه وكذا هما العلماء المسلمين ما قلتش العرب المسلمين لأن كما ابن سينها وهذك الأخو بديخم وسرقوا هنا بين قوسين الروس الروس أنا ذات كانت مملكة واللي تترقص هذك المملكة هي مرأة كاترين دو دوريسي كاين رسالة كتابيا بيدها وجودها هذا التاريخ لازمنا لازمنا نتفتحوه للتاريخ بالآخر نهضر على من الجهة الصحي برسالة تكتب تتوجه إلى المواطنين التحق والمواطنات يا مواطنين أنا أنا مالكة فلانة بن فلان معاوليدي عندها ولدا راني راحين نديروا الفاكسن أنا حين نديروا التلقيح وأنا ذاك ما كان لا كورونا الأولو كان الجدري اللي ما موجود حتى نعم كان موجود وش من العام مفضلكم وش من العام هذه لازم 1887 1887 هذه إجابة للجهل التاع الناس يقول لك كيف في عام داروا الفاكسن ها هم ولكن لازمنا نوصلوا لهم هذه المعلومات دقيقة دكتور بناشنه اسمح لي فقط نقاطعك ربما هل في بديد للوقاح الناس تساءل تقول لك نحب نديروا كسا ولكن تقول لك الدواء ممكن يكون بديد للوقاح سمعي قلعي الدماغات التاعنا لازم نفهموا بأنه واحد زايد واحد يساوي اثنين الطيري الجنحي في الفروس في في أوروبا في أفريقيا واحد زايد واحد يساوي اثنين بأنه الفيروس ما تنجميش تحطمه خدشي هنا على هذا يقول بديد يعني الروح نجي بالدواء وانتيبيوتيك ما كاش بديد ما كاش يعني لازم اللوقاح لازم عليها لازم ما نقولش أنا لازم مخلص لأنه بأنني ما ننجمش نحطمه بالدواء هذه الغلطات تاعنا نعم ما نقولش الماركات تاع الانتيبيوتيك لكن الدواء يقدر يكون جدار مناعي ربما لفترة معينة من فضلك من فضلك الدواء بالمفهوم الجزائري وهو الانتيبيوتيك كل جزائري و جزائري عندها ماركات تاع انتيبيوتيك اوانا يخرج عليها هذه الكلام هذا مشيئة هذه اللي لحطوه في الفحوصات أعطيني أعطيني هذك انتيبيوتيك ليخرج عليها ثم أنا ننفرج لا لازم طبعا تطبيب هو اللي يعمل تشخيص الفيروس وسيلة وحيدة هي للسؤال تاعك هي الوقاية مهم واشي حبي يقول الفاكسان سمحي لي واشي حبي يقول الفاكسان واشي حبي يقول تتبيقيا وعلميا ناخذ الفيروس لي ينشاف إلا و فقط بالمجهر بتقنيات بيو كيميائية تقنية بتفهموا راحين نردوه ما عندو حتى فعالية مثلا عندي زوج يدين وزوج رجلين واحد كي تقطع له يدو الفيروس ما عندو سيدو ورجلو يعني نقارن كي نقطع له يدو ورجلو واللي ما عندو البنادين ما عندو حتى فعالية ما يجنسون ولكن الشكل التاعو يكون نتحافظون عليه يعني كلما ندير هذك اللوقاح هذك القريعة تعلمة هذك فيها الفيروس يقولوا له بالفرنساوية يعني بدون فعالية ولكن ما تنساش باللي قتلك عنا جهاز المنعه هو جيش جيش واش لازمه جون دي قوي لاجم له الأكل السليم ولازم ما كانش جيش في العالم ما عندوش معلومات حول العدو جيوه معلومات أنا يا كين دير الفاكسا راني نبلغ معلومات يا الخلايا تع جهاز المنعه هاو العدو هاو العدو اللي ينجم يهجم عليك وش دروحك دونك جهاز المنعه كيف يقولوا جهاز معجزة إلهيه يفهم وهي روحه نعم تفهمتي على ها بديل البديل ما كاش يعني لازم اللقاح ما اخدشي مكاش كيف تحطميه لا ما تحطميش الفيروس يحطمك نعم سؤال فقط دكتور يعني ربما كان العديد من المواطنين خداوا لقاح ضد الفيروس كورونا كوفيد 19 ربما خايفين يقولك لما نعمل لقاح يعني اللي راح يحميني من الزكاة من الحساسية طبعا يقولك نخاف نزيد نعمل لقاح آخر يعطيك صحة وش نجلبوهم يعطيك صحة يعطيك صحة والله العظيم مشي عاطفيني يعطيك صحة أني نقولك هادوما الأسئلة اللي لازمنا نبلغوها بكثير ماشي ماشي استثنائيا نالي سر و بعيد شر الموتى بزهف ولا نبدو نمرو على القناوات تليفزيونية وردو بالكم لا لازم تهيئي درق قد هلك بأنه بأنه لازم تنوري لازم تهيئي واحد بيجيب الباك ماشي مباشرة تدهج وزن تيحان توري له واشي يزميه راجع وذا بيكون مية نعم هذه قلتها في البداية هنا ما عجبتينيش ماك تلميذة غير مشتهدة دا معليش وكون طرر ملح تلميذ غير مشتهدين لأنه يطرحوا الأسئلة قلت لك بأنه كل فيروس وتخصص تعوه الفيروس هوائي الفيروس اللي يمشي مع الدم كل فيروس تخصص تعوه كل فيروس كل عدو لازم لك سلاح تعوه أكيد لازم لك سلاح تعوه الآن السلاح اللي استعملناه وشكل شكل فيروس أنت تختلف على هذا وهذا يختلف نفس الفيروسات كما احنا البشر كل واحد كي واحد طويل اسمين قصير شعر وصفر عاقل ماشي عاقله الفيروس كل السلاح بها ندافع روحي نحمي روحي من الفيروس هذا ماشي نفس الفاكسين الفيروس بها نحمي روحي منك هلا كوا فاهمين كل فيروس تاخذه دونك الفاكسين اللي درنا ضد الكورونا فيروس ما عندو حتى علاقة مع الفاكسين اللي يدلي وقاية من الفيروس تعالها قريبا يعني نقدروا نعملوا كل فيروس والشكل تعوه هذه هي المعجزة أنا نقولها معجزة إلهية كل فيروس والشكل تعوه والسلاح تعوه اللي يحارب كيف تقوليني هاي هاي نسنكم من عندكم سؤال كيف رغي كما بدأت لا قريب الفيروس دي شواجد الله أكبر هذي نطلب من الأستيدة في المدارس وقع يفهموا شن هي الكورة الأرضية والكورة الأرضية كل من تنقلوا عليها المواسيم يختلفوا صحيح صحيح ولكن بعد يعني فيروس كورونا شفنا وين تنقات الكورة الأرضية آآآ بأنه موجود على سطح الأرض المنظمة الدولية للصحة اللي عندها مراكز في الأرض كلها هذيك بتاع أستراليا خبروا المركز المركز تاع الوامس اللي موجود في في جونيف بلغوا لهم هذي عندها شهرين من البداية تاع لا قريب في خبروا هم قالوا ما سمعوا يا جماعة هاو الشكل تاع الفيروس اللي هاو موجود في لا قريب لهذا الشأن بدأوا التحضير والتهيئة هاك فهمت خلاص نعم مع كل التحضير مع كل التهيئة مع كما قلت الوقاية وأخذ الحطاء والحذر ربما كلمة أخيرة نصيحة تقدمها أو رسالة يقدمها الدكتور بن أشنهو للمواطن الجزائري أولا والله لا نشكركم بالوطنية بالأخذ سنتايا شكرا شكرا بيك شكرا بيك شكرا لا لا ولا غيرها أنا كي ناظر ناظر بصفة هزلية ولكن عندها الثقل التحانس لا ربما من هنا قال لي الرسالة تقدر توصل للمواطن بصفة يعني سهلة لا ونطلب نتوجه للمواطنين ما نتنجهش للمواطنين نتوجه لزملاء تاعي الأنبيب نتوجه للصحفيين نتوجه للمدرأ صحة نقول لهم ابداوا من الضرك من الضرك ابداوا من الضرك تحسيس تحسيس المواطنين فهموا واشنو فيروس فهموا واشنو فاكسان لأنه عنا فراغ للأسف في المواطنين ونعاود نقوله ونعاود ما نلومش المواطنين خدش يفقد الشي لا يعطيه الدور بتاعنا الزملاء تاعي نبدأ بهم انتوما الصحفيين راكم قايمين بدور ما الضرك بدوا تطرحوا هذه الأسئلة واشنو الفيروس ولي مادا واشنو الفاكسان وفعالية تاعه وكلش هذه اللي عندها أهمية وسلم معكم نعم فقط في الأخير في عجالة يعني سؤال أكيد طبعا هناك أمهات راهم يتابعونها من المنزل تاحهم الأطفال تاحهم ربما سواء كانوا أطفال أو رضع نلقاوا ربما يعني أولادهم يصابون بفيروسات فيتقلقوا تقول لك هذا فيروس جديد معدي فكيفش يقضوا يتعاملوا مع هذه الحالة الأمهات بالأخص الأم الجزائرية نحتارمها وعندها الحق تتقلق أنا نحب أم الجزائرية نقلقا ولا أم طلقتها طوامور كما نقولوا بالدرجة نطلب منهم كل الأمهات ومش إحنا الرجال رجال شوية ما ماهتموش لكن لي ماهتم بالأولاد بتاح الأطفال هي الأم الجزائرية بأننا رأنا الدخول المدرسي الدخول المدرسي لازمها تفد الدفتر الصحي هذا كل الزرق نعم نعم وتتاصل بالطبيب الطبيب بتاع الوحدات الكشف المبكر والمتابعة بالمفهوم العام الطيب المدرسي نعم نعم تروح تشوفوا رحها بإسكالياجور التي تعوليها خدش كاين بزاف كاين بوحمد وحمد 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 كان تطعيم ككل كان تطعيم ككل احنا نقول له الميزاجور كما في الشمبيونة تاع الكورت القادم كان بعض المقابلة تتعطب على اللقاء لطفاف تقول لهم عاودوا ديروا الميزاجور المقابلة لازم لازم يروحوا اللي كون تدي هذي وثانياً الام اللي عندها راضيع مخليونا ملبوس والتعنق خاتش احنا غير نشوفوا واحد الرابع يدخل ايه يا عبي لا نضحكوا ولكن خطيرة الا و فقط الام لازم تكون عندها نظافة كبيرة تعيدها ودير هي بداتها الدير الكمامة والأب الأب كي يدخل مدخدمات معاشية مش يروح مباشرة ولدي يروح يقفل يعني فيروس معدي يعني مثلاً في المدارس حتى في الروضات كل الفيروسات يعديوا كل ولكن كاين عدوى فيها فائدة بالأخص الأطفال اللي في الكريش مليح رم يعديوا بعضهم بعض ولكن ما نغفلوش على الفاكسين اللي هو يحميه أكثر فأكثر هي مش العدوى اللي خطيرة يعني اسمح لي فقط تتوجه للطبيب المختص يعطي له دواء مشين مختص الطبيب المتابع المتابع مشين نهار رو عند هذا ورع عند هذا وعند هذي الطبيب المتابع ونازم يعزل أكيد وقتها باش ميزيتش يعدي هذي وشوفي بكري هاكي مرأة سقسي العجايزة بكري من هاللي المرأة تولد الطفل والأم ما يخرجوش ربعين يوم من الغربة صحيح هذي كانوا جدودنا ما مقاريين ما يهضروا البيت الان في أسبوع ما يخرجوا ربعين يوم الأم اللي زيدت والطفل الرابع ما يخرجوش من البيت حتى احنا كان أنا ذا كان يقولك الجنون يعينوهم وقع ولكن يا طيهم الصحة كانوا يسيبوا تفسير على حسب الأخر ولكن الآن بالأخص واحدة راضيع يحن بابكم ماشي اللي يجي ترفدوا الجارة تبوسوا واللي يجي نعم يتوحيش وليد أختي وليد كمسر لا شوفي لما نتكلموا على بعض التصرفات بتاعنا الخطيرة نضحكوا يعني ننضحكوا على روحتنا كلان نشوفوا روحتنا في مرأة نعم نعم شكرا لك دكتور بن أشنهو أنك نورتنا خلال هذا الصباح ونورت حتى المشاهدين الجزيرين بعديد ربما المعلومات الصحية المفيدة ونوصلوا ترجمة نانسي قنقر